موسيقى في عنوين هذه النشرة جعجع يبحث عن رئيس رجال يتحدى سياسات باسيل وحزب الله مرة جديدة الموت يلاحق اللبنانيين في الخارج الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يدخل ربع الساعة الأخير موسيقى الثانية والربع بطاقة بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb توفيت أمرأتان لبنانيتان وهما لم تفضل الله البالغة من العمر 48 عاما وإمي الحزوري البالغة من العمر 39 عاما بعد أن تم رش سيارتهما بالرصاص بالقرب من منزل في شارع هندا جنوب غرب سيدني وأفدت الشرطة بنجاة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وشاب في العشرين كان في السيارة وفق ما أفادت صحيفة The Guardian ووصف مدير المباحثات داني دورتي الهجوم بأنه غير مسبوق ومروع مؤكدا أن الجريمة منظمة ومنهجية وتهدف إلى قتل فضل الله وأضاف هذا الأمر غير مقبول بأي معايير ونحن مصاممون على الحصول على إجابات للعائلة في السياسة رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع أن كل دعوة ترمي إلى أن نتفهم مع محور الممانعة على الرئيس مرفوضة لأنها ستوصلنا إلى ما كنا نعتمده سابقا من سياسات وبالتالي أن يكون لمحور الممانعة صلة ما بالرئيس القادم والحكومات القادمة يعني على ما يقول مين عم حزب الله السيد حسن نصر الله تخبز بالأفراح مبينا أننا نريد رئيس تحدي ليس بالمعنى الشخصي للكلمة وإنما إذا لم نأتي برئيس تحدى سياسات النائب جبران بسيل وحزب الله فكيف سيتم بالإنقاذ يبقى على أنه مش هونيك تفتيش على رئيس جمهورية ما بتكون القصة بداويني بالتي كانت يداءه نحن اللي وصلنا لهون وهالمقاربات بازال والنتائج اللي ترتبت عنها بتكون النتيجة عطول بدك تشوف عكس المرض مش إنه مع المرض شو هو مش داويني بالتي كانت يداءه هي كناية عن تفتيش عن رئيس جديد بدنا رئيس جديد بكل معنى الكلمة يعني مختلف عن كل هالمقاربات بدنا رئيس مش إنه يميشي الوضع بدنا رئيس يعاكس كل السياسات اللي كانت قائمة قبل إذا ما أجلت في البعض بقولهم بدأت الرقلها ما بدنا رئيس تحدي نحن بدنا رئيس تحدي إذا ما بدو يجي رئيس تحدي شو ما بدو يجي رئيس تحدي شو ما بدو يجي رئيس تحدي شو ما بدو يجي رئيس تحدي مش رئيس تحدي بالمعنى الشخصي للكلمة إذا ما بدو يجي رئيس يتحدث سياسات جبران بزيل شو بدنا فيه وسياسات حزب الله شو بدنا فيه يعني إحنا ما عم نفتش عفكة مشكل عم نفكر عم نفتش عحل وعطول وكتير أوقات تتفاهم بينك وبين الأزمة يكتفل أبداً وبالتالي هاي نظرية أنه ما بدنا رئيس تحدّد بدنا رئيس يقدر يطلع البلد من مترح ما هو رئيس يقدر يطلع البلد من مترح ما هو برئيس الجمهورية الكلب يمنطع فيها من هون ومن هون ومن هون تاني شي بدي يكون سيادة بالحد المقبول ولا إذا ما كان سيادة ما رح يكون في دولة وبالتالي هي جزء كبير من مشكلتنا تالي شي بدي يكون إصلاحي إصلاحي بامتياز ما زو إلا رح يكفي الفساد بالدولة وما رح نوصل لمترح ايه بدنا هيك رئيس وإذا كان حدا بيعتبره تحدي لقل له بس نحنا بدنا ناخد التحدي على كتافنا مشان تنقدر نطلع من الوضع اللي احنا فيه نحنا فيه مش نقطة الأساسية شو بنا نعملتنا نتفهم مع الآخرين إذا فينا نتفهم مع الآخرين عرائيس عنده هالمواصفات طي يطلع من الوضع اللي احنا فيه بس مستحيل هايدي ما الآخرين عندون سياساتهم وعندهم عائدتهم وعندهم مشروعهم وعندهم إيدوليوجيتهم وعندهم ممارستهم وعندهم طريقتهم بالتصرف بالأمور هي الوصلة للوضع لهون يقول لي تعدها أتفهم أنوويون؟ كيف أن تفهم أنوويون؟ يجب أن يكون بأسوأ أسوأ 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 أحياني أن تنسى نص حالة قال له هذه ما تؤدي إلى أنقاذ بالعب للبناء النقطة الرئيسية نقطة انطلاع لدينا حدث يبدأ عملية أنقاذ المطلوب إنه إذا من بعد ما وصلنا لهون ما بدنا نفتش على عملية أنقاذ المطلوبة لقد نوصل إلى أين لك بدنا نفتش عليها؟ وبعدنا من رائع ومراع 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 وشي من هنا من حط هون الحل هو برئيس جديد فعلا جديد واللي قادري يلاقي الحل الجديد هو المعارضة بكافة اطيافه مش انهايك بدي ارجع اكد عن من جديد على نداي السابق ويلي كليون بدي ارجع اكد عليه اطياف ومعارضة يجب ان تكمل المسئلة بحالة وحاجة المرضيه اقض pun付قه القانون للمسئلة يقضir مع ا겠어 اي شيء اكد ربنj أصدروا وضع القرآن كلنا سوا وما حدا مننا ومتمبين هنجد متمسك بأي شيء إلا أنه نلاقي بالفعل رئيس جديد الكلمة سر رئيس جديد فعلا جديد ماذا إلا رح نبقى بالعتيق والعتيق وصلنا على جهنم ورح يغمقنا أكثر وأكثر بجهنم في رئيسة أيضا لماذا ينفرد رئيس تيار الوطني الحرنب جبران باسيل بالمطالبة بتمثيل شعبي لأي رئيس مقبل الجمهورية وأمام مواقف سائر الأفريقاء المسيحيين جويس نوفل بالشكل والمضمون وضعت زيارة رئيس التيار الوطني الحر إلى الدمان نقاط على حروف الملف الرئاسي وضرورة إتمامه في موعده الدستوري ورفض الفراغ الرئاسي بشكل قاطع على عكس ما يحاول البعض العمل من أجله لغياتهما وليس من باب الأسماء إنما من الباب الأساس أي مواصفات رئيس الجمهورية التي ترتكز أولا على احترام التمثيل الحقيقي والشعبي لمن سيتولى رأس الدولة اللبنانية لا تلك التي يتم التداول بها من كل حدب وصوب أن يقول باسيل كلامه بمضمونه الرئاسي بعد لقائه البطريرك الماروني مربشار بطر الصراعي فهذه رسالة مهمة كيف إذا جدد فيها رئيس التيار الركيزة أي وجوب أن يتمتع الرئيس بقوة شعبية مذكرا باحتمالين آخرين الأول خطير وهو أن يكون الرئيس حائزا على دعم آخرين والاحتمال الثاني مرفوض تماما أن يكون الرئيس منعزلا عن أي تمثيل شعبي أي عملية إسقاط على الناس أو على الموقع باسيل الذي ذهب أبعد من كل القوى السياسية بالشأن الرئاسي مع مطالبته المتكررة بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب لم تلاقيه تلك القوى وتحديدا المسيحية والمتمثلة بالقوات والكتائب والمردة والنواب المستقلين كنعمة فريم وميشال معوض على هذا الطريق لبل أيضا بعضها لا يأتي أبدا على ذكر التمثيل الشعبي للرئيس لأن المصلحة الشخصية تفرض عليهم هكذا أراء فيتوجهون إلى الحديث عن مواصفات بعيدة عن الجوهر أن يفصلونها على قياسهم في كل مرة يحاولون تقديم أوراق اعتمادهم للأعلى منهم أكثر من اسم طرح في العلن والسر كجبران باسيل وسليمان فرنجي وجوزاف عون وسامير جعجع وميشال معوض ونعمة فريم وتريسي شمعون وآخرين من دون أن يكون أي منهم قد طرح نفسه رسميا حتى الساعة بل وضع البعض على رأسهم القوات التي تعتبر أن لها كلمة في هذا الاستحقاق وضعت وبشخص رئيسها جعجع مواصفات للرئيس المقبل وكأنها ستفرد على من سيكونون في الخندق نفسه فيما لا يزال كلام الأطراف الأخرى عن التمثيل الشعبي لرئيس الجمهورية قليل في انتظار تبلور الصورة أكثر ولذلك يركزون في مواقفهم عن ضرورة أن يواجه الرئيس المقبل حزب الله وأن يلاقي الحلول الاقتصادية وبالعودة إلى القوات والتي تعتبر أنها من أكثر المعنيين بالاستحقاق الرئاسي فقد أعلن مصدر قواتي للأو تي في عن ثلاثة أبعاد بدأت بتمثيل الرئيس المساحي للخط اللبناني التاريخي لجهة الديمقراطية والحريات والاقتصاد والسيادة والحياد والاستقلال والدولة المدنية بما معناه بحسب المصدر أن المرتكز الأول لشاغل الموقع الرئاسي أن يكون مؤتمنا على الدستور لجهة أن يكون سياديا وأن يرفض أي ازدواجية للسلاح في لبنان وأن تكون الدولة المحتكرة الوحيدة للسلاح ويتابع المصدر القواتي عن البعد الثاني الذي يرتكز على الخط الإصلاحي إلى جانب الخط السيادي للرئيس فيشكل دينامية كضابط إقاع لإدارة مختلفة للدولة وإدارة حسنة لمحاولة طي صفحة الفساد بحسب المصدر القواتي في البعد الثالث يأتي عند القوات تمثيل الرئيس لبيئته وشعبه ويقول المصدر القواتي واقع الدستور أن يكون رئيس الجمهورية ممثلا لبيئته وحساسية هذه البيئة ووجدانها ويؤكد أن هذا الأمر قد يكون بشكل مباشر أي الأكثر تمثيلا أو يعطي احتمالا ثانيا من خلال من يدعم هذا المرشح أي من يتمتع بوضعية مسحية تمثيلية وبكلام آخر يأتي الدعم من حيثية داخل البيئة السياسية للمرشح يختم المصدر القواتي هل صحيح أن التواصل انقطع مع الوسيط الأمريكي في ملف الترسيم وما هي الأسباب المحتملة لتأخر الجواب الإسرائيلي نانسي صعب إذا أردنا اختصار واقع ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية فلا يمكن القول إلا أن نسبة التفاؤل بإنجازه تساوي نسبة التشاؤم بإمكانية عدم تحقيقه هكذا تختصر مصادر مطلع واقع ملف الترسيم الحدودي اليوم فأي معطيات جديدة تغيب باستثناء معلومات عن تواصل تم بين الوسيط الأمريكي أموسوكستين ومعنيين بالملف لإبلاغهم أن الجو إيجابي لكنه لا يحمل جوابا في الوقت الحاضر لأعطائه للبنان هذا الأمر يقض إلى أسئلة عن سبب تأخير الجواب الإسرائيلي لسيما أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية وفي مقابلة لها نشرت قبل عشرة أيام أي في الرابع من آب الحالي وترجمت إلى الإنجليزية السبت تحدثت عن جواب إيجابي قد يقض إلى حل أما الجواب فأمام احتمالين إما أن الجانب الإسرائيلي يتريث في أطاء جوابه من أجل تحضير الأجواء لشارعه وإما أنه جاهز للحل لكن ليس قبل إنجاز الانتخابات العامة الخامسة في عامين في تشرين الأول المقبل وهنا تبرز وفق ما تؤكد المصادر المحاولات الإسرائيلية أكان عبر الرسائل الإعلامية حول إمكانية تأجيل العمل في حقل كاريش أو عبر الجانب الأمريكي من خلال هوكستين أو السفيرة الأمريكية في بيروت استشفاف إمكانية وقوع مواجهة مع لبنان فهوكستين في زيارته الأخيرة سأل بالمباشر عن جدية تهديدات حزب الله كما عن ضمنات بعدم وقوع مواجهة في حال فشل المفاوضات وهو ما لم ينجح بالحصول عليه لكن الأهم أن بعض اللبنانيين تولى مهمة الاستكشاف حيث تفيد المعلومات أن نصف اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بوفد حزب الله وبعد يوم واحد فقط على زيارة دوراثي شيله ركز على طلب جنبلاطي بعدم الذهاب إلى المواجهة مع الإسرائيلي في حال فشل المفاوضات وهو ما يشير إلى قلق إسرائيلي أمريكي من تداور الوضع إلى مواجهة قد لا تكون مضبوضة بإقاع الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وسط تجديد بعض المصادر على أن الإسرائيلية يخفق إذا اكتفى بتحييد كاريش متناسيا أن المعادلة تخطط هذا الحق وبانتظار مؤشرات الوسيط الأمريكي تذكر المصادر المعنية بالملف أن المهلة أمام الإسرائيلي ليست مفتوحة وتلفت في السياق عينه أن ما نشر عن حجز فرق شركة توتال في لبنان تمهيدا لبدء التنقيب في البلوك 9 في 22 غير دقيقة وأن ما نقل في هذا الخصوص لم يتعد حتى الساعة إبلغ استعداد الشركة الفرنسية للمباشرة بأعمال التنقيب في البلوكات البحرية اللبنانية فور إنجاز الترسيم المزيد من الأخبار بعد الفاصل في الأخبار الأقلمية والدولية ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن واشنطن وافقت شفاهيا على مطلبين من مطالبنا خلال مفاوضات فيينا الأخيرة ولقد وصلنا إلى بداية النهاية لإبرام الاتفاق لكن ذلك مرهون بالموقف الأمريكي مبينا أن الجانب الآخر يتحدث عن خطة بديلة في حال فشل الاتفاق النووي ونحن لدينا خطة بديلة أيضا وأكد في تصريح أنه ينبغي أن تتوفر ألية واضحة للتحقق من رفع العقوبات في أي اتفاق يتم التوصل إليه وندرس مسودة الاتفاق المقترح أوروبيا وسنرسل مقترحاتنا النهائية بحلول منتصف الليلة لافتا إلى أن إذا ردت واشنطن على مقترحاتنا بمرونة فسنتوصل للاتفاق وإلا سنكون بحاجة لمزيد من الحوار نهاية النشرة للمزيد تابعوا على الوتيفي دوما عبر انستجرام فيسبوك وتويتر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر